مساء الخير أحبائي ومشاهدي ومتابعي نبض الملاعب في كل مكان حلقة جديدة على شاشتكم الشاشة المحترمة الجميلة شاشة الصحة والجمال بنشكر كل جروب العمل اللي دايما دايما يعني وقفين معانا بشكل جميل جدا ومجهود كبير لقصة الإخراج وقصة الإعداد عايزين قبل ما نبدأ حلقتنا لازم نوجه خالص العزاء للمخفور الله هو الكابتن عزم مجاهد فقيد الكرة المصرية يعني أو المنظومة المصرية كابتن عزم مجاهد يعني زي ما بيقوله النهاردة كانت وفاته والكل كل المواقع وكل المنظومة الرياضية على المستوى المصري والعربي والإفريقي قدمت خالص العزاء للكابتن عزم مجاهد الكابتن عزم مجاهد من الشخصيات يعني الرياضية المحترمة جدا كان دمه خفيف وكله يعني زي ما بقوله طيف جدا جدا فيه تعاملات وأنا شخصيا لما كنت مراسل للتلفزيون المصري كنت بتابع أحداث اتحاد الكرة وأخبار اتحاد الكرة كانت ساعتها هو المدير المركز الإعلامي المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة المصري ما كانش بيستنى أو ما كانش بيخبي علينا أي أخبار وكان دايما بيستقبني وكان دايما بيديني أخبار اتحاد الكرة كابتن عزمي مجاهد كان فيه النهاردة فيديو الإعداد هيعرضهن دلوقتي وإحنا شغالين كابتن عزمي تلع من المستشفى النهاردة وكان الكل وراه في العربية بتاعته وجسمان وعندما تحرك الكل كان وراه كان في مقدمة الحضور الدكتور محمود سعد وزي ما انتوا شايفين على الشاشة دلوقتي كابتن عزمي مجاهد هو قائد المنتخب المصري للكرة الطائرة كان مصنف على مستوى العالم من أفضل عشر لعبين على مستوى العالم في الكرة الطائرة تولى قيادة المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم وحق بطولات وبطولات عديدة وأيضا كان عضو مجلس إدارة للقلعة البيضاء نادي الزمالك وكان أيضا مديرا فنيا لنادي الزمالك وحقك العديد من البطولات المحلية والإفريقية خالص العزاء من نبض الملاعب وشاشة الصحة للجمال لأسرة الفقيد فقيد المنظومة المصرية الرياضية الكابتن عزمي مجاهد وكان لازم إن احنا ناخد في بداية حلقتنا نتكلم عن هذا الرمز الكبير نروح بسرعة ونبدأ بقى في أخبار حلقتنا اللي مليانة النهاردة بأخبار كتيرة كتيرة جدا وداسمة جدا 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 بص يا جماعة أنا هنتكلم وأنا عارف إن فيه كتير قوي بيتابعونا وبشايفنا خاصة من داخل أرويقة اتحاد الكرة المصري يا جماعة إحنا عندنا مشكلة جدا 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 بقلنا كتير قوي بالنادي فين ليحة النظام الأساسي الجديدة ليحة النظام الأساسي إن الأندية اللي هتمشي عليها خلال الفترة اللي جاية أو مستقبل الكرة المصرية خلال الفترة اللي جاية متوقف على لائحة النظام الأساسي إحنا مشغولين بالدوري اللي هنتكلم عنه ومشغولين بأحداث كتير جدا لكن فيه حاجات مهمة قوي لازم نتكلم عنها وهو ده من الحاجات المهمة والمؤثرة في مستقبل كرة القدم المصرية الفيفا زهق وبعت خطاب للجنة الخماسية يا جماعة أنا معينكم عشان تحددولي وتعرفوني أو تنجزوا الأعمال اللي أنا قدتها لكم زي مثلا الانتخابات التحاد الكرة المصري اللي كل شوية بتتأجل الآخر حاجة مندوب الفيفا بعت ليه اتحاد الكرة وقال لهم أنا بديكوا اكتراح ياريت تعملوا انعقاد جمعية عمومية طارقة عشان تتعرض عليها الليحة وتم منقشتها ثم اعتمادها جاءت اللجنة الخماسية وقالت له مش هينفع لان الليحة بتقول ان لازم يكون منقشة الليحة او اعتماد الليحة لما يكون فيه تصنيف لأندية الدوري بعد انتهاء الموسم يعني حد نص عشرة او بعد عشرين عشرة طب احنا فين المسودة بتاعت الليحة لو سألته اي نادي في مصر مش هتلاقي اي ليحة او مسودة للليحة عنده او بعتت له فاكس او مندوب استلامها يعني الاندية بعد ما هتخلص الدوري قالك هنصنف بقى نشوف مين اللي يحك التصويت عليه او اللي هننقشه في الليحة طيب احنا هنخلص الدوري ان شاء الله عشرين اكتوبر زي ما انتو اتفقتوا مع الاتحاد الافريكي لو انتو خلصنا يوم عشرين اكتوبر هتبعت مسودات للاندية اللي انت خلص صنفتها بقت اعضاف الجمعية العمومية للكراءة المصرية بعت لهم مع بالما يرجعوا وينقشوا مع بعضيهم الاول ثم يرجعوا ينقشوا في الاتحاد مع عديد من الاندية اللي هم بقية الاعضاء هيبقى الوقت فات 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 وساعتها الفيفا مش هتديك مهلة تانية لان اخرج معاهم تلاتين حداشر تكون حددت موعد اندخابات اتحاد الكرة يكونوا اعتمدت ليحة النظام الاساسي اللي هتمشي كرة القدم المصرية خلال الفترة الجاية يا جماعة يا ريت يعني انا المشكلة اللي بتقابلنا هنا بالذات فيه خاصة في الرياضة المصرية اول ما بتقعد على الكرسي انت مش بتسعى تطور المنظومة وتشتغل على تطويرها قد ما بتدور ازاي ام من المكان اللي انا قاعد فيه لأ انا كنت دايما بشيد بقرارات اللجنة الخمسية وكنت مش فق عليها جدا وكنت بتكلم دايما وبقول يلا بعد كورونا يعني نتكاتف كلنا عشان نعدي بسفينة الدوري المصري الممتاز ولكن نيجي عند الفيفا وطلبات الفيفا اللي هي المفروض ان هي كانت تطبع احنا لحد دلوقتي مش عارفين موعد انتخابات اتحاد الكرة القادمة يعني الاتحاد اللي هيمثلنا وزي ما قلتلكم لو ما فيش لنا اتحاد منتخب مش هننتخب ايه الاتحاد الافريكي القادم هيكون لأول مرة مصر ملهاش صوت داخل الاتحاد الافريكي تحذير مهم ولازم ناخد في الاعتبار الموضوع ده طبعا اللجنة الخمسية عندها سعادة غامرة بتأجيل دوري الابطال الافريكي والكونفدرالية يعني زي ما كنا خلاص كنا في شهر تسعة مع اربعة عشرين او خمسة عشرين تسعة هنشتغل في دوري الابطال الافريكي والكونفدرالية تم التأجيل لإصابة الوداد والرجاء بفيروس كورونا وبعد كده بعد الشفاء هيكون في فترة نقافة هيكون خلاص من بعد يوم عشرين اكتوبر هيبتدي اعلان للمكتب التنفيذ الاتحاد الافريكي عن اقامة مباريات دوري الابطال الافريكي والكونفدرالية وهنيجي حاجة هنا في الكواليس المغرب لما حطت الجدول بتاع المباريات بتاعتها في الدوري الممتاز حطت في معاد نفس المعاد المحدد لإقامة دوري الابطال طب ازاي انتو حطين دوري مباراة الكمة اللي هي الوداد والرجاء وفي نفس الوقت في مباراة ما بين الوداد والاهلي والرجاء والزمالك يعني الموضوع كان معروف من الاول ان الاتحاد المغربي خد كارت بلانش كده زي ما بقوله من الاتحاد الافريكي وقال له خلي بالك احنا هنأجل دوري الابطال الافريكي شهر كمان فبالتالي الدوري المغربي ها حط جدول او قائمين على الدوري المغربي حطوا في الجدول مباراة الوداد والرجاء فاللجنة الخماسية عشان نرجع بقى للحتة دي فرحانة جدا جدا بالتأجيل وقالت انا كده هخلص لك الدوري الممتاز 20 اكتوبر لان الاتحاد الافريكي كان قايل لاتحاد المصري لكرة القدم قايل لهم يا جماعة احنا عايزين تبلغونا بالاربع فرق المشاركين فرقتين في دوري الابطال وفرقتين في الكونفدرالية خلال الفترة اللي جاية وبسرعة يكون ام حاجة قبل 20 اكتوبر واللجنة الخماسية فرحانة وسعيدة بهذا الامر عشان كده خلاص اعطت وعد لاتحاد الافريكي بانتهاء الدوري المصري الممتاز قبل المعادة المحدد 20 اكتوبر القادم زي النهاردة عمل حاجة اتحاد الكرة بخصوص الكابتن عزمي مجاهد ووفاته كل مباريات الجولة السبعة وعشرين هيكون في دقيقة حداد وشارة سوداء للعبين الموجودين داخل ارض الملعب لكل الفرق المشاركة خلال هذا الموضوع نروح بسرعة والنادي الاهلي وفوز عريض وكبير على درويش الكرة المصرية اللي زعلنين قوي على المستوى اللي وصل اليه نادي الاسماعيلي قيادة فنية كانت للكابتن احمد العجوز تشرفت ان انا كنت لاعب في نادي القناة ولعبت مع كابتن احمد العجوز اثناء هو كان بيلعب في نادي القناة مدرب كبير وكان لاعب اكبر ولكن لاعب مارد الاحمر في تعز توهجه وابتعاده بالصدارة بفرق كبير ولكن كان ريكاردو البرازيلي اللي قادل اسماعيلي قبل كده كان قاعد في المدرجات بيتابع فريق درويش وابتدى واستلم مهمته من النهاردة اللقب اتنين واربعين او الدرع المصري الممتاز اتنين واربعين خلاص على مشارف او ضق ابواب القلع الحمراء في زي ما بيقولوا تخيلوا باقي تمن مباريات الاهلي عايز ثلاثة بنت فقط فده انجاز من انجازات النادي الاهلي وفريق الكرة بالنادي الاهلي زي ما صرح سيد عبد حفيز وقال ان رغم الظروف ورغم الغيابات اللي قبلتنا ورغم خروج بعض اللاعبين عن الفريق ولكن النادي الاهلي بمن حضر وواحد وسبعين بنت يعني الاربع وسبعين بنت يكون النادي الاهلي هو متصدر اول حاصل على الدرع رقم اتنين واربعين في خزين البطولات النادي الاهلي اللغز الكبير صالح جمع يعني فيلال يرضى عنه ادارة النادي الاهلي يرضى عنه بعد كده ينزل التردريبات نسمع انه هو التزم بعد ما التزم نزل مباراة وانا بقول لكم هقول لكم كواليس هو ليه لعب المطش ده لان طبعا النادي الاهلي بيحافز على صالح جمع يعني ايه بيحافز عليه احنا عارفين لاي لعب محترف او لاي لعب محلي داخل هو ده طبعا ماضي عقد احتراف فطالما ماضي عقد احتراف يعني لو هو ما شاركش عشرة في المية من نسبة المباريات داخل الدوري المحلي يبقى من حقه فسخ طعاء كده فبالتالي النادي الاهلي او فيلار كان بينزل نزل صالح جمع المباراة الماضية وكان في حساباته هينزله اكتر ولكن بين الوزن الزيادة على صالح جمع ولكن صالح جمع بالامس يوم مباراة لإسماعيلي كان حوالي على الصلاح 11 او 12 الظهر عمل تصادم بعربية اخوه عبدالله جمعة وهش مع عربيتين او سيارتين كانوا واقفين في منطقة الزمالك مما يعني استادع رجال الشرطة اللي هو يعني ياخدوه يروحه القسم وقعد طول اليوم وكان فيه فريق قانوني بين النادي الاهلي بيتابع الموضوع والمفاجأة والغريب والعجيب بعد ما تم التصالح فبيكشفه على صالح جمع لو عنده قضية تانية فبالتالي صالح جمع ما خرجش رغم ان النيابة اخلت سبيله عن التصالح او القضية او المحضر الاول بالتصدم عربيته بسيارتين وكفالة 5000 لكن ما خرجش لانه فيه قضية تانية قضية الشاب اللي صدموا ايضا بعربية صالح جمعة يريد وقفة مع النفس الكل بيقول اي تصادم يبقى طبيعي لكن المشكلة والعجيب والغريب موقفين شبه بعض الاول تصادم مع شاب والتاني تصادم في سيارتين اخرتين وبنفس عربية عبدالله جمعة عزينا نروح كابتن سيد عبدالحفيز اهدى الفوز على النادي الاسماعيلي في زيارة مؤمن زكريا للنادي الاهلي وتدريبات لعبي النادي الاهلي وكان تصراحاته بيتكلم ان خلاص زي ما بيقولنا بقلنا ثلاث نقط من ثمن مباريات ومؤمن زكريا اعطانا دفع وخلى حالة التمرين كانت حالة جميلة جدا ما بين اللاعبين وشفناها عبر المواقع والسوشيال نيديا ازاي مؤمن زكريا العيبي النادي الاهلي استقبلوه واحنا عارفين موقف النادي الاهلي كان موقف محترم جدا عندما خاطب الجهة الادارية وزارة الشباب ورياضة واصر على صرف العقده اسوى الثلاث سنوات الثلاث سنوات فطبعا خلاص بعد الثلاث سنوات جمعوا العقد بتاعه وصرفوله والذات كمان ايه بس مش بس كده لا ده خلوها خالص الدرائب وشاملة نسبة المشاركة الف سلام عليك مؤمن زكريا كلمنا عن ليحة اتحاد الكورة ومعنا اسئلة كتير اوه هتهمكم مشاهدي الصحة والجمال ونبض الملاعب ومعنا الموسوع الرقامية والناقض الصحفي الكبير ورئيس تحرير قناة رئيس تحرير جريدة الاهرام الأستاذ محمد باهي منورنا ونشرفنا أهلا بيك كابتن شعاب وأهلا بمشاهدينك الكرام أستاذ محمد أحداث كتيرة وحبينا ان احنا عندنا اسئلة كتير عايزين بقى ناخدك كده بسرعة ونتكلم معاك ليحة النظام الأساسي واللغة رتمة اللي عليها ليحة النظام الأساسي والحد دلوقتي مفيش مسودة حتى راحت لأي نادي عشان بعد كده يقدروا ينقشوها ثم يعتمدوها وخطاب الفيفا كان قاسي جدا لللجنة الخمسية والله يا كابتن أحمد هو طبعا يعني احنا كلنا لافة وشوء في انتظار المولود الجديد المسمى بلايحة النظام الأساسي للاتحاد الكرة بشكل عام أو اللجنة الخمسية طبعا طبعا ما ينفعش إنك تبدأ موسم جديد أو سواء يتخلى له انتخابات أو مسابقات أو منافسات أو أو إلا من خلال لايحة نظام أساسي تحكم الكرة المصرية وتحكم الكرة في العالم بشكل عام يعني طبعا الظروف اللي احنا بنمر فيها دلوقتي ظروف كورونا الحمد لله فين تراجع دلوقتي بتمر بها البلاد بتمر بها الواسط الكرة بشكل عام أعتقد اللجنة الخمسية ما عندهش حجة دلوقتي إن هي تدعو العندية لاجتماع طارق لأن انت عارف إن هناك فارق بين الاجتماع الطارق والاجتماع التقليدي أو الاجتماع العادي تمام الاجتماع الطارق لا تخلى له أنك انت لازم تعمل لايحة النظام الأساسي واعتمرها أعضاء الجامعية العمومية هنا هنصطدم بالواقع اللجنة الأولمبية أكدت إن مفيش اجتماع الجامعية العمومية إلا مع نهاية الموسيب نهاية الموسيب بما يعني إنك انت تعمل التصنيف أو تفرز التصنيف بالنسبة للأندية عشان تعرف من اللي في الدولة الممتاز من اللي في قسم الثاني من اللي في قسم الثالث وبنانا عليها تعرف أحقية الأندية في كونها أعضاء جامعية العمومية فإذا نحن في انتظار نهاية الموسيب لا طبعا نهاية الموسيب حيكون في تقريبا في شهر 11 طبعا نهاية الموسيب بعد كده تدعو الجامعية العمومية هتدي 15 اليوم وتسم جامعية العمومية وهكذا ثم تخش في موضوع الانتخابات وأشك بشكل كبير أو أن يكون فيه انتخابات طب أستاذ باهي كلام حضرتك في الجزء الأول من حديثك بتتكلم عن انعقاد واكتراحك الاكتراح بتاعك في انعقاد جامعية عمومية طريقة نفس الاكتراح مندوب الفيفا اتكلم فيه أو أرسل فاكس ليه اللجنة الخماسية بيطالب بيعقد اجتماع جامعية عمومية طريقة في سبتمبر لأنه عارف إن الوقت ديق جدا وهم قالوا إن برضو مش هينفع عشان برضو اللجنة الأولمبية لتلوم ده عشان خطر الليحة لا تعتمد ذلك فبالتالي المندوب الفيفا استغرب جدا ومستق جدا لأنه هيبقى الوقت ديق قوي هم قالوا هنخلص في 20 أكتوبر وبعدها هنبتدي نوزع الليحة على الأندية ثم ننقشها ثم ناعتمدها الوقت كده هيبقى ديق جدا بس ما تبايا يا سيد شهاد يريد تطلب حضورتك من الناس في الكنترول زمانة الأعزاء في الأندية أنهم يقفلوا الصوت عندهم في الكنترول لأن أنا سمع صوتهم صوت طغير على صوتها كمتة يعني يمكن أنا يعني يمكن فهمته رغم الدوضاء والدوشة الشديدة اللي أنا سمعها إن كمتة تقريبا تكلمت عن للوقت دائع جدا عند اللجنة الخماسية وبدأة الموسم أو حاجة ذا كده صح أو أنا في انتي غلط؟ تمام تمام وهو المتاح عندهم إن خلاص هم قالوا لللجنة الخماسية أخركم معانا 30 نوفمبر يكون تم تحديد موعد لانتخابات أو خلاص يكون انتخابات اتحاد الكورة خلصت ليحة الليحة خلصت وكل حاجة تمام وشكرا عملتوا اللي عليكم بص يا بص يا سيد أحمد ده مستحيل من رابع المستحيلات إن تجرى انتخابات قبل 30 نوفمبر مستحيل يبقى كده نخش في صدام مباشر مع الفيفا يا سيد باه آه وده تأكيد مستحيل قبل الانتخابات احنا اتكلمنا الدوري ده لازم نخلص على الأقل أول نوفمبر على الأقل بالتالي انت هتدعو للجمالة عمومية قبلية 15 يوم لازم الناس تدرس وضعها في اللايحة يبقى انت كده بخلص نوفمبر تمام بعد نص نوفمبر لابد من اقتبقى اللايحة النكتاد هو 45 يوم عشان الإجراء انتخاباتي بدخلت في ديسمبر أنا بقول لك توقيتات وأرقام واحساريات وأرقام موسخة عشان كده الفيفا قلت دلوقع انت على عكس الفيفا الفيفا بيطالب انك بتنتهي من الانتخابات 30 نوفمبر وده لن يكون على الإطلاق من رابع المستحيلات تبقى لللوايح تمام تمام فبالتالي انت تصدر في ديسمبر ويخش عليك يناير فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا وممكن يكون عندنا عقوبات ان اللجنة الخمسية بيجاهزوا خطاب دلوقتي بيجاهزوا مذكرة رسمية للفيفا يقولولهم اوضعنا كذا وكذا وكذا ولن ننتهي من دول الانتخابات قبل يناير فبالتالي لازم لابد هناك مراسلات ومكاتبات والفيفا يرد اذا كان موافق على اكتراحات التعادة الكرة واللجنة الخمسية او لا استاذ باهي افتنا في موضوع شائق جدا وانا متأكد ان هيكون في صدام شارس جدا ما بين اتحاد الكرة والفيفا خلال الفترة الجاية في هذا الموضوع نورتنا وشرفتنا استاذ باهي هشكركم بالتعفيق دايما ومتعلق اصلاحي شكرا شكرا يا سيد محمد زي ما قلنا في بداية الحلقة ان الموضوع شائق جدا الكل بيجري ويشوف الدوري ممتاز حصل في ايه انتقالات رمضان راح فين كهرباء رجع امتى الكل لكن في المصلحة مصلحة المنظومة المصرية لابد الكل يحط في اعتباره المصلحة العامة وقتنا بيجري عايزين نجري بسرعة ببقية الاخبار خلاص فيلر كانوا بيسألوه بيقولوله في المؤتمر الصحفي وبرضو احنا عندنا برضو اسئلة يا جماعة يعني انا اتمنى من السادة الصحفيين اللي موجودين في المؤتمرات الصحفية بخاصة مع الاندية الكبيرة زي الاهلي والزمالك ومدرين الفنيين الاجانب الاسئلة برضو بتبقى مكررة فيلر قال فسألوا احد الصحفيين خلاص بقى انت اكيد هتريح الاساسيين بعد ما تاخد الدور يقال لهم انا لسه ما خدتش الدور دي نمرة واحد دي نمرة اتنين وليه ادي هدايا للمنافسين كان رد قوي جدا جدا من فيرل بيبين اللي هو لا انا مصمم ان التمن المباريات اللي جايين هيكون زي ملعبنا المتشاط اللي فاتت قبل الدوري برضو هناخد لحد ختام الدوري بنفس القوة والصرامة عودة كهربا بعد غياب 14 مباريات بعد السوبر الاماراتي كهربا بعدينه يركز شوية احنا اهم حاجة عندنا المنتخب القومي خاصة بعد استبعاد رمضان صبحي من قبل حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الزمالك ولعبه الزمالك يستعدون لمصلحة جماهرهم بعد التعادل الاخير امام سموحة رغم تملكهم او استحوازهم على المباراة ولكن في النهاية كان الموضوع صعب جدا في خطف سموحة هدفين متتالين فالمشكلة بقى في المباراة جاية الزمالك والانتاج هل الزمالك هو اللي هيهدي النادي الاهلي درع الدوري دون اللعب يعني لو خسر امام الانتاج الاهلي بطلا للدرع 42 ولكن لعب الزمالك مش عايزين يكون الهدية مقدمة من طبق من دهب منهم للنادي الاهلي عندنا سياسي سياسي وشكبال غياب عن المباراة القادمة وعبدالله جمعة وبنشرق كل دول عندهم مشاكل في الاصابات ودونجا بيراميدز خلاص هو عايز يروح نادي الزمالك والزمالك اتفق مع اللاعب خلاص دونجا ولكن بيراميدز يرفض انتقال اللاعب ولكن اللاعب بيدغط لان عنده مشاكل مع ادارة بيراميدز والمدير الفني لنادي بيراميدز عايزين نروح بسرعة لتقرير صوتي عن حاجة مهمة جدا 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 مع الفنال وان شاء الله زي ما تعودنا الحلقة بتجري بسرعة نروح نسمع لتقرير صوتي عن كارثة جديدة اذا بنشوفها في الكرة المصرية هتدمر الكرة المصرية وكواعد الناشئين والاستثمار الرياضي الذي اصبح طاعون يهدد مواهب الكرة المصرية نروح للتقرير بصوت الرائعة يارا دايم ونشوفكم الحلقة الجاية طاعون الاستثمار الرياضي اصاب مواهب كرة القدم في مقتل واصبحت المادة هي شعار المرحلة الاستثمار الرياضي المصري يأخذ شعار اللي معهوش ما يلزموش واصبحت الموهبة الكروية في عصر هذا الطاعون في خبر كان اين مسؤول كرة القدم المصرية من هؤلاء اصحاب مقولة معانا مش مهم انك تكون موهوب الاهم تدفع المعلوم